اشتركوا في القناة مقابل تصوير شريط فيديو لنساء عاليات داخل حمام شعبي بالبيضاء وارساله عبر الواتساب قبل ان يفتضح امرها من قبل المستحمات اللواتي حاصرناها ونزعنا من هاتفها المحمول الى ان حضرت الشرطة واضافت مصادر الصباح ان الموقوف البالغة من العمر 36 سنة مطلقة وام لابن احيلت على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عن 7 من اجل حيازة فيديو لنساء في وضعيات تظهر مفاتنهن من اجل نشره على الشبكة العنكبوتية الذي امر بايداعها السجن عكاشا الخاص بالنساء بقى التفاصيل تقرؤونها بيوم تصباح سبايسي مخدر يحول متعاطيه الى زومبي يصل اسبانيا ويهدد المغرب عنوان اخترناه لكم من يوم تلمساء وفي التفاصيل تقى ناشطون ناقص الخطر ضد مخدر غير مصوق بات على ابواب المغرب بعد وصوله الى اسبانيا ومدينة سبت المحتلة قادما من بريطانيا حيث يعرف اقبالا كبيرا بين شبابها المخدر يوضع سبايسي ويعرض مستهلكه لحالة جنون مؤقت ويتحول الى زومبي وخطورته تكمن في صعوبة كشفه بأي فحص تقليدية وسهولة الحصول على العناصر التي تدخل في تركيبه عبر المواقع الالكترونية واقع التفاصيل تقرأونها بيوم المساء ننتقل مشاهدين اليوم تأخبار اليوم التي عنوانة الدريس مرشح لسفارة المغرب بموريطانيا وفي التفاصيل الخروج من وزارة الداخلية له طعم مر والسفر الى موريطانيا له طعم امر هكذا علق بعض معارف شرق الدريس الوزير المنتدب في الداخلية سابقا والذي غادر المنصب في حكومة عثمانية وأصبح مرشح للإطلاع بمنصب السفير المغرب في موريطانيا بعد شغور المنصب منذ عدة أشهر بعد وفاة السفير السابق هناك بقى تفاصيل تقرأونها بيومة أخبار اليوم ونختم مشاهدين جولتنا عبر الصحف بيومة الأحداث المغربية والتي عنوانة وصالي العثماني للوزراء وفي التفاصيل ملامح جدية ونبرة صوت جهوري وكلام مسترسل ومنظم هكذا بدأ سعدين العثماني وهو يرأس اليوم الأربعاء أول مجلس حكوميا قبل التوجه إلى غرفتي البرلمان لعرض التصريح الحكومي على المناقشة بهدف الحصول على التنصيب البرلماني ومارس العثماني كل صلاحيته الدستورية في التوجيه السياسي للوزراء وتحديد المبادئ ومنهجية العمل التي ستحكم الحكومة في الخمس سنوات المقبلة بقى تفاصيل تقرؤونها بيومش الأحداث المغربية بهذا نصر مشاهدين على ختام جورتنا عبر الصحف إلى اللقاء ودمتوا في رعيش الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة